بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا منذ هذا الدرس في هذه الصورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتهم في مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة وطبيعة منهجها وحد الإسلام وشرط الإيمان الذي يتميز به منهجها وحياتها ونظامها وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها وكشف للمنافقين المندسين فيها وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي يجري بهما وهو جزء من تربية هذه الجماعة وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها وفي الدرس الذي يليه وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين وتحذير للجماعة المسلمة من الإنقسام في شأنهم أو الدفاع عن تصرفاتهم ثم تفصيل للإجراءات التي تواجه بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حولها أي لقواعد قانون المعاملات الدولية وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجا لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد في المجتمع الإسلامي والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين وتوهين للأسس التي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم الداخلي ترتبط بأوائل الصورة في شأن الأسرة ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء خاصا بالنفاق والمنافقين يهبط بهم إلى الدرك الأسفل من النار وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة في الداخل والخارج وطبيعة التوافق والتكامل بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة المجتمع الإسلامي الأول وهي هي بذاتها معركة الأمة المسلمة اليوم وغدا في أساسها وحقيقتها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إنه التعجيب الأول من سلسلة التعجيبات الكثيرة من موقف أهل الكتاب من اليهود يوجه الخطاب فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيبا من الكتاب الهداية فقد آتاهم الله التوراة على يدي موسى عليه السلام لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى ولكنهم يدعون هذا النصيب يدعون الهداية ويشترون الضلالة والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد لا عن جهل أو خطأ أو سهو وهو أمر عجيب مستنكر يستحق التعجيب منه والاستنكار ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر بل هم يريدون أن يضلوا المهددين يريدون أن يضلوا المسلمين بشتى الوسائل وشتى الطرق التي سبق ذكرها في صورتي البقرة وآل عمران والتي سيجيء طرف منها في هذه الصورة كذلك فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه بل يحاولون طمس معالم الهدى من حولهم حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون وفي هذه اللمسة الأولى والثانية تنبيه للمسلمين وتحذير من ألاعيب اليهود وتدبيرهم ويا له من تدبير وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى وقد كان المسلمون يعتزون بهذا الهدى ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام فكرهوها وأحبوا الإسلام وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير وكان القرآن يخاطبهم هكذا عن علم من الله بما في صدورهم من هذا الأمر الكبير ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليهود بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره إزاء تلك المحاولة والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وهكذا يصرح العداء ويستعلن بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة وتتحدد الخطوط وقد كانت تعجيب من أهل الكتاب عامة وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينة ولكن السياق لا يكتفي بهذا المفهوم بل يمضي فيعين اليهود ثم يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أدبهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الهجرة قبل أن تقسوا شوكتهم في المدينة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين لقد بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع الله عز وجل أن يحرفوا الكلمة عن المقصود به والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها وذلك كي ينفو ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير وتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد وتبعا لهذا على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف الكلم عن المقصود به ليوافق الأهواء ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن دينهم ويتخذونه حرفة وصنعة يوافقون بها أهواء ذو السلطان في كل زمان وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين واليهود أبرع من يصنع ذلك وإن كان في زماننا هذا من محترفي دين المسلمين من ينافسون في هذه الخسرة اليهود ثم بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له سمعنا يا محمد ما تقول صلى الله عليه وسلم ولكننا عصينا فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في وقت مبكر حيث كانت لليهود هذه الجرأة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق والالتواء أيضا إذ يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع وراعنا فهي ظاهر اللفظ أنهم يقولون اسمع غير مأمور بالسمع وهي صيغة تأدب وراعنا أي انظر إلينا نظرة رعاية لحالنا أو نظرتها اهتمام لوضعنا بما أنهم أهل كتاب فلا ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين أما في اللي الذي يلوونه فهم يقصدون اسمع لا سمعت ولا كنت سامعا أخزاهم الله وراعنا يميلونها إلى وصف الرعونة وهكذا تبجح وسوء أدب والتواء ومداهنة وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه إنها يهود وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب والأدب الجدير بمن أوتوا نصيبا منه ويطمعهم بعد ذلك كله في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله لو ثابوا إلى الطريق القويم وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم وأنها هكذا كانت وهكذا تكون ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فهم لا يواجهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة ولو أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ الصريحة التي لالتواء فيها سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوموا لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم ولكن واقع الأمر أنهم بسبب كفرهم مطرودون من هداية الله فلا يؤمن منهم إلا القليل وصدق قول الله فلم يدخل في الإسلام في تاريخه الطويل إلا القليل من اليهود ممن قسم الله لهم الخير وأراد لهم الهدى باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى أما كتلة اليهود فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا حربا على الإسلام والمسلمين منذ أن جاورهم الإسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضرة وكيدهم للإسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع العنيد الذي لا يكف المنوع الأشكال والألوان والفنون منذ ذلك الحين وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله بما في ذلك كيد الصديبية العالمية والاستعمار بشتى أشكاله إلا كان من ورائه اليهود أو كان لليهود فيه نصيب اللهم إنا نعوذ بك منهم ومن كيدهم ومكرهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر